السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم هو العودية أو الاستدعاء الذاتي المتكرر ريكيرجن العودية هي مفهوم برمجي ورياضي حيث تقوم دالة أو خوارزمية بحل مشكلة عن طريق تقسيمها إلى مشاكل أسهر ومتشابهة مع نفس المشكلة الأصلية تستمر هذه العملية حتى يتم الوصول إلى الحالة الأساسية بإس كيس وعند هذه النقطة تقوم الدالة بإرجاع النتيجة العودية هي تقنية قوية وأنيقة تستخدم في لغات البرمجة المختلفة بما في ذلك بايتون لحل المشاكل المعقدة التي يمكن أن تتحلل إلى مشاكل فرعية أبسط من المهم ملاحظة أنه عند استخدام العودية يجب أن يكون لدينا حالة أساسية بيس كونديشن تحدد متى يجب أن تتوقف العودية لتجنب العودية اللانهائية بشكل عام إذا كانت لدينا الدالة على سبيل المثال ديف فانكشن ون وداخل هذه الدالة تم استدعاء بطريقة معينة فانكشن ون هذا الاستدعاء يسمى عودية أو استدعاء الدالة لنفسها إذا لم يكن هناك حالة أساسية أو شرط معين للخروج فإن هذا الاستدعاء أو العودية تستمر إلى ملا نهائي ولهذا السبب عند استخدام العودية يجب دائما إدراج بيس كونديشن حالة أساسية تحدد متى يجب التوقف أو الخروج من العودية بعض المصطلحات ذات العلاقة الدالة العودية دالة تستدعي نفسها داخل جسمها الحالة الأساسية شرط يحدد متى يجب أن تتوقف الدالة العودية عن استدعاء نفسها ويوفر نقطة الخروج للتكرار الحالة العودية الكيرس في كيرس جزء الدالة الذي تستدعي في نفسها بإدخال معدل إنه يمثل تقسيم المشكلة إلى مشاكل فرعية أصغر وتركيب بيانات يستخدم دائما مع العودية هو المكدس استاك تستخدم العودية مكدس الاستدعاء لتتبع استدعاء الدول يتم دفع كل استدعاء متكرر إلى المكدس وعندما يتم الوصول إلى الحال الأساسي يتم إخراج الاستدعاء من المكدس في مساقات لاحقة ستتعرف على المكدس بالتفصيل باختصار هنا المكدس هو تركيب بيانات يعمل حسب المبدأ آخر ما يدفع في المكدس هو أول ما يسحب من المكدس لا يمكن عنونا تعيي العصر في المكدس مباشرة يمكن وصول فقط إلى القيمة في أعلى المكدس المكونات الرئيسية في العودية هي التهيئة يتم استدعاء الدالة باستخدام مجموعة أولية من المعاملات الاستدعاءات العودية تستدعي الدالة نفسها باستخدام المعاملات المعدلة عادة ما تكون أصغر أو أبسط الحالة الأساسية تتحقق الدالة من استفاء شرط الحالة الأساسية إذا كان الأمر كذلك نخرج من العودية دمج النتائج في حالة خوارزميات فرق تسود يتم دمج النتائج من المشكلات الفرعية الأصغر لحل المشكلة الشاملة من الأمثل على استخدامات العودية حساب المضروب فاكتوريال حساب تسلسل فيبناتشي فيبناتشي سيكوانس البحث التنائي بايناري سيرتش اجتياز الشجرة تري تربيرسل اجتياز سياك البيانات مثل الأشجار التنائية على سبيل المثال اجتياز الترتيب الداخلي إن أوردر والطلب المسبق تري أوردر والطلب اللاحق بوست أوردر حل المتاهة العثور على الطريق من خلال متاهة بورج هانوي حل لغز بورج هانوي وتعد مشكلة بورج هانوي من المشاكل الكلاسيكية على استخدام العودية حيث بدون استخدام العودية من الصعب حل هذه المشكلة على سبيل المثال بالنسبة للمضروب نعرف أن مضروب العدد إن يساوي واحد ضرب دين ضرب ثلاث ضرب إلى آخره ضرب ن ويمكن كتابة مضروب الن بهذا الشكل ن في ن نقص واحد في ن نقص اثنين إلى آخره في واحد أي أن مضروب الن يساوي بشكل عام ن ضرب مضروب الن نقص واحد يتم استخدام العودية في هذا المثال بالشكل التالي إلى الدالة العودية نمرر العدد إن نتحقق في الحالة الأساسية بيس كونديشن هل إن تساوي صفر أو واحد إذا وصلنا إلى هذه الحالة نكون قد انتهينا ونخرج من العودية وإلا كل مرة نحسب مضروب الن على أنه إن ضرب مضروب الن نقص واحد هنا نستدعي هذه الدالة من جديد لحساب مضروب الن نقص واحد في هذه المرحلة لا نعرف مضروب الن نخزن هذه الحالة ونستدعي الدالة من جديد لحساب مضروب الن نقص واحد ونستمر في تخزين الحالات حتى نصل إلى الحال الأساسية هذا هو البرنامج في القسم الرئيسي من البرنامج مين بروغرام ندخل عدد الصحيح ان result يساوي factorial of n تم استدعي الدالة factorial ممررين إليها العدد n if n equal zero or n equal one retain one حيث أن مضروب الصفر يساوي واحد وكذلك مضروب الواحد يساوي واحد في بعض المراجع يكتفى بالشرط if n equal zero retain one هذه هي الحالة الأساسية base condition else هذه حالة العودية recursive case retain n مضروب في factorial n نقص واحد أي يتم استدعاء الدالة مرة أخرى لحساب مضروب النقص واحد ونستمر في هذه العملية حتى نصل إلى الحل الأساسية لو تم يدخل على سبيل مثال خمسة هنا يتم استدعاء الدالة ومررين خمسة إلى n حيث n لا تساوي صفر أو واحد نذهب إلى else retain هنا لدينا خمسة ضرب مضروب الأربعة لا نعرف مضروب الأربعة نخزن هذه الحالة خمسة ضرب فكتوريال وفي أربعة للاختصار سأخذف فقط f ونستدعي الدالة من جديد ممررين إليها أربعة هنا لدينا المقدس stack أربعة لا تساوي صفر أو واحد else retain أربعة مضروب الثلاث لا نعرف هذه القيمة أربعة مضروب الثلاث من جديد نستدعي الدالة ممررين إلى n ثلاث لا تساوي صفر أو واحد retain n n ثلاث ضرب مضروب الثنين فكتوريال أوف تو من جديد نستدعي الدالة ممررين إليها 2 لا تساوي صفر أو واحد retain n 2 ضرب مضروب الواحد نستدعي الدالة ممررين واحد الآن الشرط أن تساوي صفر أو أن تساوي واحد صحيح retain 1 نعود بفكتوريال وف 1 يساوي واحد عند الانتهاء نبدأ بإيجاد القيم من المكدس رجوعا فكتوريال 1 1 هذه القيمة 2 ضرب فكتوريال 1 تساوي 2 وهي فكتوريال 2 هذه القيمة 3 ضرب فكتوريال 2 تساوي 6 هذه القيمة 4 ضرب فكتوريال 3 تساوي 4 في 6 24 هذه القيمة 5 ضرب فكتوريال 4 تساوي 120 حيث أصبح المكدس فارغ نعود بهذه القيمة في البرنامج الرئيسي إلى result print f string n5 مضروب يساوي result 120 هذا هو برنامج المضروب باستخدام العودية في البرنامج الرئيسي ندخل عدد الصحيح حين نستدعي الدالة فكتوريال ممررين إليها n في الدالة ديب فكتوريال n الحال الأساسي if n equals 0 or n equal 1 retain 1 else retain n مضروب في فكتوريال n-1 لاحظ هنا كل مرة يتم استدعاء نفس الدالة فكتوريال n-1 عند التنفيذ enter number مثلا 5 enter 5 فكتوريال تساوي 120 run مرة أخرى enter number مثلا 12 ضرب 12 يساوي هذه القيمة وهكذا مثلا 5 مثلا 5 فيبناتشي sequence باستخدام العودية كما نعرف في متسلسلة فيبناتشي الحدين الأول والثاني هما 0 و1 بعد ذلك كل حد يساوي مجموعة الحدين السابقين أي أن فيبناتشي of n يساوي فيبناتشي of n ناقص 1 زائد فيبناتشي of n ناقص 2 في البرنامج الرئيسي ندخل رقم الحد المطلوب الريزولت تساوي نستدعى الدالة فيبناتشي ممررين إليها x في الدالة تستقبل x في n if n less than 0 retain 0 lf n equal 1 retain 1 lf retain فيبناتشي n minus 1 plus فيبناتشي n minus 2 بعد وصول الحال الأساسي نعود بالقيمة إلى الريزولت print f string the extern equal result أران لو أدخلنا رقم الحد مثلا 7 يساوي 13 لو أدخلنا على سبيل مثال 20 enter 21 يساوي 6765 وكذا في الواقع مدام تعرفت على موضوع العودية ففي حياتك المستقبلية سواء في الدراسة أو لاحقا في البرمجة ستبقى على احتكاك دائم مع العودية شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر